السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الثالث والعشرين من صفر لعام 1438 للهجرة الموافقة الثالث والعشرين من نوفمبر لعام 2016 للميلاد نقدمها لكم من موقعي أنا السلفية قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر إنما ذكره محمد عبد الله نصر المعروف إعلاميا بميزو بأنه المهد المنتظر هو نوع من السخرية بالدين والهجوم على السنة ودليل على أنه جاهل بالدين يسخر من الثوابت وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية في تصريحات خاصة للفتح أن مثل ما يفعله ميزو يأتي بالتزامن مع ما تفعله منظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ أجندة غربية للنيل من الدولة المصرية وتدمير المجتمع شاركت أمانة حزب النور بمحافظة أسوان في فعاليات الدورة التدريبية للتأهيل للمحليات التي تقام تحت رعاية اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان بقصر ثقافة أسوان خلال الفترة من ثلاثين عشر إلى تسعة وعشرين اثني عشر التقى النائبان أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف نائبة حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب الإسكندرية مع أصحاب مستودعات الغاز بالعامرية والمناطق المحيطة بها للاتفاق حول سعر ثابت ومناسب لأنابيب الغاز وقد أسفر اللقاء عن تحديد سعر الأنبوب الواحد بسبعة عشر جنيه على أن يرتفع مع بعد المسافة إلى عشرين جنيه على الأكثر ووجه النائبان المواطنين للإبلاغ عن الجهة التي تخالف هذا الاتفاق تعقد أمانة حزب النور بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ مؤتمرا جماهيريا تحت عنوان التعليم مستقبل مصر المعلم حقوق وواجبات وذلك بحضور النائب عبد الرحمن البكري أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب والدكتور محمد إبراهيم منصور الأمين العام المساعد لحزب النور والأستاذ أحمد سمك أمين الحزب بمركز الحامول من المقرر أن يقام المؤتمر في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة القادمة بقاعة خان الخليلي بجوار كبر الحامول الجريد أعلن محمد إسماعيل جاد الله نائب حزب النور بمحافظة كفر الشيخ عن أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بسبب غياب أطباء مستشفى بلطيم المركزي مما تسبب في وفاة أكثر من حالة في الأيام القليلة الماضية اقتحم 36 مستوطنا يهوديا اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اندلعت حرائق هائلة في مناطق واسعة بعدد من المواقع شمال الكيان الصهيوني مساء أمس الثلاثاء بما في ذلك حريق هائل اندلع بالقرب من مستوطنة زخرون يعقوب تسبب باحتراق عدة منازل ووجبرت الشرطة على إخلاء عرد من السكان وقالت وسائل الإعلام الصهيونية إن العشرات قد أصيبوا بسبب استنشاق الدخان في الوقت الذي التهمت فيه النيران حقولا واسعة في المنطقة المحيطة في المدينة والتي وصلت إلى عدد من الأحياء شمال شرق المدينة أعادت بلدية القدس الإسرائيلية الأربعاء إطلاق خطة لبناء 500 وحدة جديدة في حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة بحسب ما أعلنت منظمة غير حكومية في أول خطة بناء استيطاني منذ نتائج الانتخابات الأمريكية أدانت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء ما أكدت أنه اتهامات لا أساس لها ضد ناشط فلسطيني معروف وذلك عشية محاكمته طالب رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية بوقف شامل لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات واتهم آغا روسيا بعرقلة المسار السياسية اعترفت إيران بأنها هي من قامت بتأسيس من أسمتهم بقوات التعبئة أو البسيج رغم معارضة النظام السوري بداية وترحيبه لاحقا حيث تمكنت هذه الميليشيات من القمع المنتفضين العزل وهم الذين يطلق عليهم الشعب السوري منذ بداية ثورته عام 2011 اسم الشبيحة بسبب ارتدائهم اللباس المدني واستخدامهم العنف الشديد والتهديد لصالح النظام الأسدية تمكنت ميليشيا الحشد والقوات المشتركة الأربعاء من عزل الموصل تماما عن العراق لا سيما بعد أن حاصرت ميليشيا الحشد قضاء تل عفر من ثلاث جهات حيث تقدمت على المحور الغربي من مطار تل عفر باتجاه الشمال وسيطرت على قرية الشريعة الجنوبية والشمالية وقرية خراب جحاش ووصلت إلى طريق تل عفر سنجار حذر مسؤول الصحة في اليمن من تفاقم أزمة النفايات لما تنطوي عليه من مخاطر صحية قد تزيد من تعقيدات المشهر الطبي المعقد أصلا في البلاد مع استمرار فرض الميليشيات الحصارة الخانقة على المدينة قتل محمد الكبسي قائد الحرس الجمهوري الموالي لميليشيات المخلوع صالح والحوثيين مع عدد من مرافقه في غارات للتحالف على صعدة في منطقة قبالة نجران السعودية أفادت مصادر في اليمن أن ميليشيات الحوثي شنت خلال اليومين الماضيين الاثنين والثلاثاء حملة اعتقالات وخطف ومداهمات طالت العشرات من المنازل والأشخاص بينهم ضباط شرطة في العاصمة صنعاء ومحافظتي إبو الحديدة قال أحمد عبد الحميد أحد القيادات النوبية المشاركة في حل أزمة أرض فورقندف إن مجلس الوزراء تواصل معهم لأحل سيعلن عنه خلال ساعات مؤكدا أن الأزمة انتهت وأن وفد مجلس الوزراء أبدى تفاهما وسعى بكل الأشكال إلى ترضية الأهالي وتنفيذ نصوص الدستور وأكد القيادي النوبي أن المناقصة سيتم إلغاؤها وأن الحكومة تفهمت الأمر واتخذت الإجراءات الصحيحة لإحتواء الأزمة أصدر اللواء أحمد ضيف سقر محافظ الغربية توجيهاته أمس الثلاثاء إلى كل من الدكتور محمد شرشر والشنوي عيد وكلي وزارة الصحة والتربية والتعليم بضرورة رفع حالة الطوارئ لظهور أعراض الإصابة بالجدير المائي ووصولها إلى خمسين حالة إيجابية على مستوى مدارس مراكز المحافظة الثمانية ألقت أجهزة الأمن القبض على قاتل نيفين لطفي الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي وتشير التحديات الأولية إلى أن الدافع وراء الجريمة هو السرقة قررت نيابة العامة بالسويس بإشراف المحام العام لنيابات السويس إحالة القاضي المتهم بحيازة الحشيش وألف ميم سائق سيارته وصديقته باء ميم 19 عاما تحمل الجنسية البولندية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات السويس وصل أمس وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة إبراهيم فاء مقر رئاسة هيئة الرقابة الإدارية عقب ضبطه متلبسا أثناء تقاضيه رشوى داخل مكتبه قال محمود صالح مسؤول المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن المخدرات وصلت للأطفال وسن التعاطي وصل لسن الاثنى عشر عاما سجل سعر الدولار صباح اليوم في عدد من البنوك 17.75 جنيها بتراجع نحو 20 قرشا عن تعاملات الأمس كلف وزير الخارجية سامح شكري السفير الدكتور حازم فهمي أمين عامل وكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بالذهاب للمشاركة في مراسم الاحتفال الذي أقيم بالعاصمة الكينية نيروبي لتسليم عيادة طبية متنقلة مجهزة بالكامل دعما من الحكومة المصرية لحملة حرم الرئيس الكيني مارغريت كينياتا للحد من وفيات الأمهات والأطفال ونشر الخدمات الطبية بالمناطق النائية تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي الانتحار ليس وسيلة للاحتجاج والمنتحر عدو نفسه والانتحار وخاتمة السوء والانتحار يأس من رحمة الله من سلسلة الانتحار فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم طوبى للشام فضيلة الشيخ أحمد فريد المحاضرة السابعة والأربعين من سلسلة تفسير سورة هود فضيلة الشيخ ياسر برهامي أحكام الإيلاء من سلسلة كتاب الطلاق من الملخص الفقهي الشيخ سعيد محمود المحاضرة الثانية والخمسين من سلسلة تفسير سورة البقرة من تفسير السعدي الشيخ إهاب الشريف العبادات المالية والبدنية من سلسلة فضل الغني الحميد الشيخ هيثم توفيق انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته